ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح وريال مدريدة يترقب الموقف حدد نادي ليفربول السعر المطلوب من أجل بيع محمد صلاح نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث يرتبط محمد صلاح مع ليفربول بعقد يمتد حتى صيف 2023 إلا أن حتى الآن لم يصل اتفاق من أجل التجديد وحسب مذكرته صحيفة ذا صن الإنجليزية أن ليفربول فتح باب الرحيل لمحمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث لا تمانع إدارة ليفربول من بيع محمد صلاح في الصيف الجاري وحدد سعر بيعه وهو الحصول على ما يقرب من 60 مليون جنيه استرليني ويترقب ريال مدريدة موقف محمد صلاح من ليفربول خاصة بعدما انتقل السنغالي سديو ماني إلى صفوف باير نيونيخ الألماني الأمر الذي جعل إدارة ليفربول تفتح المجال لبيع محمد صلاح بسبب للخوف من رحيل النجم المصري في الصيف المقبل بشكل مجاني في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد وأن ينضم صلاح لأحد منافسي ليفربول في الدوري الإنجليزي في ظل الخلاف الواقع بين الطرفين على الراتب في العقد الجديد ويطلب محمد صلاح الحصول على راتب أسبوعي بقيمة أربعمائة ألف جنيه استرليني إلى أن ليفربول لا يرغب في تنفيذ مطالب محمد صلاح المدية خوفا من تحطيم هيكل رواتب اللاعبين ويراقب ريال مدريد موقف محمد صلاح ويجهز لصفقة ضخمة للتعاقد معه على الرغم من سوء العلاقات بين محمد صلاح ولاعب ريال مدريد بعد الخلافات التي حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على مدار السنوات الخمسة الماضية وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن ريال مدريد يفضل للانتظار حتى نهاية عقد محمد صلاح من أجل الحصول على خدماته مجانا ولكن إذا قرر ليفربول بيع صلاح هذا الموسم فأن الريال سيقدم عرض ضخم لضم الصلاح